عودة لموضوع مستر بيتسو موسماني الحياة لما الناس اتكلمت على انه ايه حكاية علاقته بالنادي الاهلي وهل في مشاكل بالنسبة للتجديد بينه وبين الكابتن محمود الخطيب بيتسو موسماني في ام بي سي اتكلم علمت ان كابتن محمود الخطيب كان دعمك في ان انت تنفس خطتك هل العلاقة دلوقتي بينه كابتن محمود الخطيب على ما يرام ان في ناس بتتكلم عليها ببعض السلبية ايه الممكن المشاكل الممكن تكون بالي وبين كابتن خطيب يعني التجديد التصريحات حاجات كده يمكن بتتنقلها السوشيال ميديا لا لما يكون في مفاوضات عشان العقد ما ينفعش تتوقع المفاوضات هتحصل في يوم واحد ده ندي فاوضات هو عايز ده وانا شايف انا حاضر حديث بحاجة زي كده لانا حاضر اهل 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 اللي هو عايزه وبرضو فيه طلبات وفيه مطالبات ماتشاط ليه حاجات محتاجة في المباريات لانا ينكر احتاج بعض الدعم عشان قادر حقاق اللي بيرغبه او الطبوحات ده دي انه تتكلم العقد ناق فلوس فقط لا مش فلوس بس مش فلوس بس فلوس مهمة طبعا لان احنا محترفين وبنشتعل كتير جدا عشان عشان نوصل لحت رح فيها احنا موصلناش هنا بالصدفة انا موطرتش هنا عشان قاتل السي في بتاعي كويس انا جيت هنا علشان الاهلي شافني بلعب قدامهم وشافني ولا بلعب قدام الوداد ولا بلعب قدام الزمالك وشافني وانا بلعب مع الترجي قدام الترجي ولا بلعب قدام التبي مازيمبي انا حفرت طريقيا عشان اوصل لها ووصلت كاس لعالم مع سانداوس انا موحتش كاس عالم مع الاهلي بس واحتها قبل كده مع فريق قبل كده وكسبت برضو بتوط افريقا دوت رابطة الابطال بافريقا قبلها وانا وصلت نفسي للمكان انا فيه عشان كان لازم احسن ان انا متقدر وده مهم جدا ونادي اهي نادي كبير طبعا وصرف لي ان اكون موجود مدرب النادي الاهلي حاجة زائية ما احترف بها اس Chung' دكة ما قلش شاكسبت بتوطون مع النادي الاهلي اذا انا اقتون اي حد انا عرف النادي اهي نادي كبير اما كانش ممكن لحق المطعون افراقا دي وولبرونز تاب بركز تابت اهل تاني كاس العالم эكار ممكن لحقق ده بقيم كان يكون مع اي فريق غيوي هوا في اي نادي الاهلي کف أسخب شيء هنجتسأل الإنسان أسئلة يعني متكررة في نفس الاتجاه وفي حاجات بتمس علاقاته وشكلها بديهي يعني وراجل هو بيجاو خلوا بالكم كل جملة قالها قال الله ديني جوشيش تفاوض يعني اتنين عايزين يوصلوا لاتفاق لو هو واحد فيه مطرف مش عايز التاني مش حيبقى فيه تفاوض لكن التفاوض يعني ايه انت هتقعد معايا انا عايزك وانت عندك حاجات وليك طلبات بنقرب السكك مع بعضينا وبعدين ابتدى يفكرهم هو الاهلي مخترنيش كده ده اختارني من خلال نجاحي مع جنوب أفريقيا ومواجهتي مع كل الفرق اللي الاهلي حيواجهها سواء في شمال أفريقيا او حتى الأندية المحلية زاد زمالك وشافني وانا بتعامل مع الأندية دي وشاف ان انا قدرت اعمل ايه يكاد يقول لهم يعني انا فرحان جدا جيت اكبر نادي وساعاتي دي كانت واضحة جدا لكن انا برضو مدر كبير يعني استحق ان يتم اختياري لهذا النادي النقطة التانية المهمة جدا وقال لهم اه الفلوس مهمة هتبقى جزء من التفاوض لكن خلي بالك وجماعة ان اصعب شيء وانت ناجح التحدي بيبقى ايه تطوير النجاح مسماني في لحظة هو مش يعني لو توقف عندها هيبقى عمل كل حاجة مخسرش غير الدوري لكن الفترة الجاية هو مطلوب منه ايه تطوير النجاح بانجازات جديدة يعني هو دلوقتي اللي مدايقه برضو انه مش رايح باحسن باحسن وضع فني ولا وضع استعداد لكاس العالم للانديا مدايق لكن لازم يطور على اللي عمله وانا رايح تالت العالم الناس هتبتدي تقول لي لو لما وصلتش لهذه الدرجة على الاقل هقولوا انت يعني هتبره اخفاق محدش هيفكر بقى في الظروف اللي احد فيها دي كلها ولذلك الضغط عليه باسئلة من هذا النوع باستمرار مش عادل وان كان لما تسألني وانا في السودة على فكرة السودة ده بيحلل بطولة كاس الأمة والإفريقية ولكن ماشي والراجل اه جاو يعني ده سؤال مش في الموضوع مش في المقرر اه لكن اه وجاوب وجاوب جاوب جاوب إجابة محترفة جدا وكويسة جدا علينا أن ندرك ان الراجل ده في تحدي صعب جدا جدا نحقق أفضل مما حقق وده تقريبا يعني واحد جايب تسعة من عشرة انت بقى فضله درجة عشان ياخد الاعلامة الكاملة هيروح فيه طيب بيت المسلمان الحياة في كلامه لنيورك تايمز كان واضح جدا عنده شعور بالمرارة تجاه العنصرية التي يمارسها الأوروبيون ضد أبناء القارة كيف يرى موسيماني ريني فيلر المدرب اللي كان سابق فيه تدريب الأهلي شافوا ازاي نشوفه أنا جيت هنا ولقيت فريق فريق قوي جدا وكسب بالدوري فريق قوي مع فايلر قبل من وفرح ما كامناش عنه بدنا مش حقه وهو الكسب بالدوري قبل ما ناجي مصر لكن بلعب بصدوب مختلفة عن كوتش فايلر شفت الماتشاط شفت الفريق وأنا قلت دي مش طريقة اللي بلعب بها لأنا قلت الأهلي لو أنتوا عايزين يبقى مدرب لازم ألعب بالطريقة اللي كنت بلعب بها في مامورين ساوندوز أنا أنا كونت وبدأت بلعب ساوندوز وبدأت لعب دي بدعم أعضاء مجلس الإدارة ودعم كابتل الخطيب سمحولي أن أغير فكرة شوية وكيف أن استخدمت خمس ماتشاط غيرت فيها طريقة لعب الأهلي أسلوب لعب الأهلي ومش عايز أقول أن الطريقة اللي لعبتها طبع طهي أفضل طريقة أم بقولش كده لكن أنؤمن للأهلي أعتقد أن الأهلي يجب أن يلعب بأسلوب مختلف شوية لأنه لو عنده لعبة زي حسين الشاحات زي أفشا لازم تحطوهم في الملعب توظفهم في الملعب لازم عندك وحيد سليمان لازم تستغل من لعبة دي توظفهم ولعبة دي مش أقوية وأكسبهم كبيرة لكن عندهم فنيات عالية فلازم تعمل عن نقاط قوتهم لازم أغير شوية الحيطة دي غيرت غيرت اللعب عشان كده مش عشيخات اللعبين عشان طريقة أسلوب اللعب غيرت أسلوب اللعب ربما هذا الكلام الفني يعني بيوضح تماما حتى اختياراته في المطشط إزاي ماشي إزاي والتغييرات في الطريقة وعايز يدي فرص لكل اللعيبة اللي هو شايفة مميزة وتحدث الفارق أن تلاقي لها أوقات في الملعب تستطيع أن تقدم ما تملكه من مهارات لصالح فرقته هنا يأتي الخلاق دايما أنا بقول لأيده في المياه مش زال ييده في النار إحنا وإحنا عاديين بره عايزين اللعب اللي بنحبه عايزين الطريقة اللي إحنا بنضمنها عايزين لكن ما بيخشش في دماغنا هو المدرب ده عايز يروح بينا لحد فين الراجل ده عنده مشروع بدليل بدليل أستاذ حمد يعني لازم نرجع شوية تاني اللي قاله أنه شافه وهو نزل يتفرج على مطشط النشئيين يعني اختيار العناصر ده مش عشوائي هو زاكر وبذل جهدا ونزل يتفرج عليهم وإلهم ده وده 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 وطلع بيهم عشان عارف هو محتاج منهم إيه في الفترة الجاية دي المدربين بيبقى عندهم مشاريع مش جاية اتمرنك واتحق نتيجة وهترن وخلاص وما تسألنش عن حاجة تاني يعني المدربين اللي بتبني فرق دي أنا أميل إن أنا أدعمها جدا حتى لو اختلفت معهم فنيا في بعض اللحظات طيب الحقيقة قضية مهمة جدا كتير لما تكلمنا فيها الخطأ المنهاجي في المقارنة بين الأجيال وبين الفترات إزاي تقدر ناس تطلع تقولك مين أحسن الجيل ده والجيل اللي فات مين أكثر أسألة مش في المنطق على الإطلاق بيتس موسماني قال تعبير عبقري ما قدرش أحط رجلي في حزاء من والجوزية المقاس مختلف تعبير عبقري فعلا ما قدرش أحط رجلي في حزاء من والجوزية بس نفسي أشوفه ليه نسمع موسماني قررت إنجاز من والجوزية وعملت بطلتين في وقت قصير جدا وده ما جاش من فراغ وحققت مركز ثالث في كاس العالم الأندية وانت قلت كروش كان بيكلمك يعني أنا كنت أفضل المجموعة بتاعتك كانت تبقى متواجدة ويضيف لها كروش بعض العناصر رأيك إيه في الكلام ده أولا أشكر كابتر حساب حسن إنه بيقول عندي فريق كويس فأنا مؤمن فأنا عندي فريق كويس بحارسين من المقارنة مقارنة بين الأجيال ومقارنة بين المداربين جيل تعمل لجوزي في الأهلي أنا ما عنديش دلاتي أبو تريكا وكل لعيبة القمة اللي كانوا موجودين في وقتها في الجيل ده اللي ساعدوا حتى المنتخب أنه يكسب اللعيبة دي أنا عندي جيل مختلف دلوقتي مش معلها جودة لعب جودة لعب مش على نفس المستوى جيل أبو تريكا لكن بيظهر إن كوية القدم المصرية فيها فيها لعيبة كويسة وبدالي أن نحلك سنة بطلطين أفريقيا على التوالي معنانا عندها فريق قوي بس ما أقدرش أحط ما أقدرش أحط الرجلي في الشوز من المنجوزي أو ما أمش أحط لنفسي مكان من المنجوزي لأنه فعلا حزاءه أكبر مني أعتقد وقعد سبع سنوات هنا لو أنا مش مخطئ قعد سبع سنين أنا لسه أنا بقلي 14 شهر فقط بالنسبالي أنا إن أقلال نفسي بأسطورة زي مانويل جوزي أنا بحبه وأتمنى فيهم إن أقابله وبقدره جدا جنيف سأشوف وأعرف منه إزاي كان قدر يعمل الفريق زي ده هنا يسترد لو يلجأ مانويل جوزي لزكاؤه موسيماني آه موسيماني لزكاؤه وهو يتحدث عن مانويل جوزي هو يعلم أن مانويل جوزي هو أسطورة وأقرب المدربين إلى قلب جماهير النادي الآلي والأكثر نجاحا في تحقيق الإنجازات والتعامل مع الجماهير فيه تعبير اللي قال لك أنا مش حقدر أحط قدمي في حزاء مانويل ده تعبير تعبير بيتقال يعني مش اختراعه يعني ما أقدرش أحط رجليا في الحزاء الآخر وقال لأن الحزاء بتاعه أكبر مني أكبر من مقاسي يعني مش منه ولكن وقعد سبع سنين هنا الزكاء لما أشار إلي أنك انت خدت سبع سنين عشان توصل مع مانويل جوزي يبقى الأسطورة واللي يحتل قلبك أنا بقالي 14 شهر وعمل من ناحة الإحصائية من الإنجازات ما يشفعله ما يشفعله وكل أنواع المطولات اللي ممكن الحصول عليها مع النادي الآن صحيح يعني في حديث سابق قال أنا أنا عبت زبالك مرة مخسرتش منه وهو يعلم أنه ده مقياس عند الجماهير مهم جدا يا جماعة يعني بين الداي ساعة منه أنا بقعد ساعة بقول له يا أخي أعمل كذا ما هو دي وجهة نظري مين إلي إن أنا اللي صح ولا أنا اللي عبقاري ولا أنا اللي داريان بالدنيا لكن ده ما إلي الواحد بيدور على اللي مش بيتعمل عشان يلاقيه هو لو كانت عمل كان غير الأمور فإنما الراجل بكل المقيس من أكثر مدربين على مستوى العالم نجاحا مع فرقها لو لو قلت له أو لو هو قال لنا أنا هجيب لكم البطولات دي كنا هنقوم عليه يا راجل روح إلعب بعيد ده ساحة إلعب بعيد لو جبتنا نص البطولات دي هنحطك على دماغنا من فوق يعني هو شاعر إن الأهلي بيقدم له بيقدم له الإمكانيات بيقدم له الشعبية بيقدم له العناصر أسباب النجاح بيهيقلوا المناخ وهو أيضا يقدم كل ما لديه ويحقق نجاحات إيه المعادلة اللي أنتوا عايزين أكتر من كده غير إنه يبقى تقولين متصوير الندي الأقلي لما ينزل لازم يفرم الفرق من دقيقة واحد لدقيقة تسعيد ما فيش فرقة بتعمل كده على مستوى العالم الحقيقة مهيبة كان نستهل الكلام لمستر بيتش موسيماني على إنه أنت كان فيه اتصال بينك وبين كاروس كيروش هل كنت تفضل إنه كيروش ياخد فرقتك بالكامل أو عدد كبير منها ويضيف إليها المحترفين ويلعب ده كلام حتى قالوا ناس كتيرة برة إنه لو المنتخب المصري معتمد على أكبر عدد من التشكيلة السابتة للنادي القالي كان هيختلف في الأداء الجماعي بتاعه بنسبة كبيرة جدا وده الحقيقة بيفكرني بفترة أو شهادة مهمة جدا القالي رجعنا من كأس العالم 2005 منتخب مصر بيستعد الكأس الأمم الأفريقية في القاهرة 2006 بعد عودة الأهلي بأيام أوليلة جدا كان الكابتن حسن شحاته مختار القائمة واخد جزء كبير من لعبة الأهلي لكن كان وقتها الكابتن حسن في مرحلة التجارب عايز يستقر على شكل أذكر كان المنتخب بيلعب مع أستونيا ومقدونيا تقريبا الشوت الأول الشكل وحش ما فيش تجانس لغاية وقتها الجهاز ما وصلش لتوليفة واحدة في الشوت التاني قد فرصة كبيرة أو فرصة كتيرة لأكبر عدد من لعبة الأهلي فالأداء الجماعي علي بشكل واضح جدا بعد المباراة كنت بكلم الكابتن شاوء غريب قلت له أنت شفتوا الفرق أنت عندك فرقة 8-9 لعيبة منهم راجعين متجانسين بنفذوا فكر مانويل جوزي واخدين بطولة أفريقيا راحوا بطولة العالم فيه فريق متجانس أول ما العدد الكتير من لعبة الأهلي كان مع بعض في الملعب الأداء الجماعي علي جدا قال لي ما احنا هنحاول نعتمد على كده ومن لحظتها كابتن حسن شحاد بوعيه بحرصه على نجاح المنتخب بالأمانة بتاعته لأنه في النهاية يحسب له أنه هو وهو الكابتن الكبير التاريخي لنادي الزمالك حافظ على أكبر عدد من لعبة النادي الأهلي في المنتخب لأنه شاف أنه ده الأفضل في المنتخب تصريح حالي بقولك الأهلي أفضل فريق في أفريقيا بالضبط مش عايزيني كابر الرجل لا كابر ولا عاند كان منحاز للمصلحة العليا للمنتخب فحافظ على أكبر عدد من لعبة النادي الأهلي كانت النتيجة أنه كسب 2006 وراح كسب 2008 وكسب 2010 معتمدا في شكل أساسي على تجربة النادي الأهلي في هذه الفترة اللي كان مهيب بيقول لمستر بيتسو مسماني لو كارلوس كيروش كان اعتمد على أكبر عدد من لعبتك كان ينفع ولا لا قال له أنا بشكر الكابتن حسام حسن لأنه حسام قال كده حسام حسن برضو بفكره قال إنه لو كان اعتمد كيروش على أكبر عدد من لعبت الأهلي مع بعض ربما كان لديه جماعي برضو ده زكاية أساس زبراهيم السؤال بيقول له إيه تقول له كيروش لو كنت اعتمد قال له لا أنا أشكر حسام اللي قال كده يعني هو ما قالوش نضرائي برضو أشر لا ما هو الناس بتقول له طيب ها